اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرق لأثنين بمصر بمشاركة عناصر من قوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبروس فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب استمرت فعالية التدريب المشترك هرق لأثنين على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية اشتركوا في القناة اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرق لأثنين بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة واليونان وقبروس فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر واستمرت فعلياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبراء وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها حيث قامت الطائرة متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب كما شاملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لسقل مهارات القوات المشاركة كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكماء كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض جاي تي اي سي والطائرات الموجهة بدون طيار والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بداية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الخير باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع رمي المختلف وقد أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على التبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العالمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الضرازات الحديثة حضر المرحلة الختمية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب اشتركوا في القناة